في ميدان الناصر ميدان المحافظة أول نقطة تمركز لحزب مستعبى الوطن هنا بوجود الجهات الأمنية بعض قيادات المحافظة الدكتور سلاما الويشي أمين مستعبى الوطن في كفر الشيخية حضرتك إيه اللي بتعمله بالضبط؟ إن شاء الله بفضل الله على مستوى الحزب على مستوى السبع وعشرين محافظة النهاردة بدأة فعالية هتستمر لمدة عشر دياب العشر دياب في كل محافظة وفي كل مركز في نقطة تمركز نقطة تمركز دهية في منشورات إيه بفيش إن شاء الله تعارض الليلة عشان إن شاء الله العرض تبهاش واضحة جامد بس بالليل إن شاء الله إيه بفيش إن شاء الله عرض بالنهار إحنا بنوزع منشورات على الناس المرة كلها وبنقول لهم إحنا عايزينكم إن شاء الله اتعبوا شوية عشان بلدكم عشان ولادكم عشان نفسيكم نزيلوا إن شاء الله بفضل الله يوم ستة وعشرين ويوم سبعة وعشرين ويوم تمانية وعشرين نزولكم ده بقول للعالم كله إن إحنا في حزم مستقبل وطن محتاجينكم كلكم ومحتاجين الناس كلها عشان الرأي العام وعشان الدول كلها تعرف إن إحنا عايزين بلدنا وعايزين الرئيس السيسي قائد لنا لفترة رئاسة الثانية بصد صلاة وطمان وقيله زيزاية تعليم كافر الشيخ دائما التربية والتعليم وحضرتك بتحرص على التواجد لكل الحملات مش مرتبط بحاملة معينة وحضرتك موجود في الشارع النهاردة مع نقطة تمركز حزب مستقبل وطن شعورك ايه انطباعك ايه توجيهاتك ايه أنا أنا حضرتك بشارك في أي مؤتمر في أي مؤتمر خاص لدعم الرئيس عبد الفتا عزيزين أنا أنا من قلبي بقول له كل الدنيا هذا واجب مقدس لنا وعلينا إن إحنا نطلع نحط صوتنا لفترة رئيس عبد الفتاح السيسي لما لمسناه من هذا الرجل الوطني المخلص اللي جاء حمل أشاكل لها حصر لها من أجلنا كمواطنية بذل ربع في الأربح سنوات الماضية بذل عمر غير عادي صاحب الإنشاءات العملاقة والمشروعات العملاقة أنا بقول لكل الدنيا لابد أن إحنا نتواجد في اللجان الانتخابية ونحط صوتنا بقصورة قوية أمام الدنيا كلها لنقول لفترة رئيس عبد الفتاح السيسي إحنا عاوزينك وإحنا اللي بنلح عشان إحنا عاوزينك في يوم نحط صوتنا يوم 26 و27 و28 دول الدنيا كلها إحنا عاوزينك من أجل تعاليم أفضل من أجل صحة أفضل من أجل مشروعات أفضل من أجل التنمية المستدامة من أجل التنمية المستدامة للبشر لكل المواطنين اللي موجودين على أرض مصر من أجل الوحدة العربية من أجل الوحدة لحمة وحيدة نكل هذا الوطن. احنا نحن عاقين للمسلم من المسيح دلوقتي. عاوز اقول للدنيا كلها في الغرب ان احنا وطن واحد. وان احنا شعب واحد. وان احنا وحدة وحيدة. بيجمعنا بيجمعنا المصلح العليا للوطن. والمصلح العليا للوطن. ان احنا ان احنا نحقق التنمية المستدامة. ان احنا نشعر بالامن والامان. ان احنا بقول للدنيا كلها ما تنسوش ابدا الايام. الايام السودان اللي مرت على مصر في 2011 واللي كان ما كانش فيه امن ولا كان فيه امان لحد بيامن على زوجته ولا بيامن على اولاده ولا بيامن على مستقبله بقول الدنيا كلها شوفوا شوفوا ما حصل بالنسبة للاقتصاد القومي بالنسبة للاقتصاد بالنسبة للاقتصاد كان معدل البنك المعكزي كان 12 مليون وارتفع الوقت اخترب ما يقرب من 40 مليار من 40 مليار من 40 مليار دولار شوف شوف اللي حصل برغم ذلك شوف المشروعات العملاقة اللي تنفذي شوف المشروعات العملاقة اللي سواء على ارض كفشيه سواء الكهرباء او سواء في مشروع اه في مشروع الاسماك المعروف اللي الدنيا خاليه عارب ما يقرب من من بركة غليون ما يقرب من 280 ألف بدان اه المشروعات العملاقة سواء اه سواء في البترول حقل ظهر سواء في كل المشروع